اشتركوا في القناة المسلمين وخصوصا عندما تربط هذا الامر في قضية صراع الامة مع الصهاينة نجد ان هناك فعلا استغلال لهذه العاطفة لدى المسلمين في ما يتعلق بهذا الامر صحيح الامة كلها متعاطفة مع المسلمين في فلسطين باعتبار ان اليهود قد احتلوا ارضهم شردوهم قتلوهم ولا يزالون يقصفونهم في غارة بعد غارة واغتيالات وحصار والتجويع واحراق اراضي واستلاع على مزارع وافساد مياه وزروع وثمار ودواب وتسميم ابار ومواشي وقضية يعني دفن نفايات تؤدي الى انواع من السرطان والامراض القطيرة وقطع المياه والكهرباء والبوقود ويعني جعل حياتهم مرة طيب الان المسلمون في تفاعل مع هذه القضية بلا شك صحيح فيأتي من يعني يدند حولها ويلدها في خطبه النارية الحماسية لكي يكسب شعبية لدى المسلمين لدى أهل السنة ويولد شعارات طنانة وكلمات رنانة والموت لليهود ولبيك يا أقصى وإلى أهلنا فلسطين والنصر القادم ونحو ذلك من الكلمات التي تله بالعواطف فينجرف كثير من الناس وراء ذلك وينخدعون بمهاتفين باسمه وباسم هذا الخطيب المسقع ولما مثلا تأتي معركة غزلة نجد رصاصة واحدة تطلق من قبل هؤلاء ولذلك لا تنظر إلى دمع عينيه ولكن انظر إلى ما صنعت يداه قال الفضل لموسى كان صياد يصطاد العصافير في يوم ريح فجاءت الرياح تدخل في عينيه الغبار فتذرفان فكلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في المصيد التي معه فقال عصفور لصاحبه ما أرقه علينا ألا ترى إلى دموع عينيه فقال له الآخر لا تنظر إلى دموع عينيه ولكن انظر إلى عمل يديه هذه القصة الرمزية تؤكد القضية هذه وأن من يسلم قياده إلى من يحرك له عواطفه ويعبث بمشاعره ثم بعد ذلك يمتطيه وليدخل فيه ويبرمج ما يريد ويكسب شعبية وطبعا هذه قضية قضية خطيرة جدا ونعرف نحن أنه في القديم حتى واصل بن عطا رأس المعتزلة كان يجنح في أفئدة الناس بعاطفته الجياشة وكلماته المؤثرة وعباراته الفصيحة على توصفة خطبته وكانت كالمرجل غليان أيضا شيخ محمد يدخل ضمن هذه المسألة ما يقوم به المتصوفة من استغلال أيضا عاطفة المسلمين ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في دس بعض الضلالات ويعني بعض الأمور التي يريدون أن يدخلوها من خلال هذه العاطفة التي ستستغل للمسلم فتحت ستار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتحت ستار يعني إثارة الأشجان والعواطف تجاه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الاستغاثة بقبره ويعني ادعاء خصائص الألوهية له بعد خصائص الألوهية له وأنه يغفر الذنوب ويعلم الغيوب وما في اللوحة المحفوظ وتقال القصائد الشركية في الموالد التي فيها تعبير عن المحبة من جهة وشرك من جهات أخرى تونى بطوام عقدية كما قال قائلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الرسل ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وزعم أن المولد والحضر التي يسمونها يقيمونها يعني يحضرها النبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم إما بروحه أو بجسدي وروحه ولم يتورع بعض هؤلاء الكذبة أن يقول إن أوراء النبي عليه الصلاة والسلام يقظة مرارا وعند ذكر ولادته يقومون لمجيئه ويجعلون الرقص دينا والغناء مذهبا ويتعلق بهم مرضى القلوب فيدخل من خلال هذه الشهوات من خلال هذه العواطف إلى هذه الشهوات والشبهات والترهات ويأتوا بالكلام اللي لكن يتجاهلون التوحيد والعقيدة الصحيحة والولاء للمسلمين والبراء من المشركين والأمر من المعروف والنهي عن المنكر والسنة لا تجد لهذا يعني وين اتباع السنة إذا كنتم تزعمون المحبة النبوية ولما يعني النبي عليه الصلاة والسلام رفض من يغلو به وفيه بأي كلمة ما شاء الله واشيت قال جعلتني الله ندا إنما أنا عبد فقوله عبد الله لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقوله عبد الله ورسوله لا يا سبحان الله العظيم يعني لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحبة لمن يحبه مطيعه نعم ونحن لا ننكر أنه يجب أن يكون عندنا تعاطف مع آل البيت وتعاطف مع آل فلسطين ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا يجب أن تعظم وتعظم وتعظم ولكن دون غلو وأن تستثمر المحبة في الاتباع لو كان يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله